حايرة ومعرفت ما توجد قطة هذا الكيكا هذه هي الحل التي تجي رائعة والديدة بزاف والداتك وعائلتك وضيفك سوف يحمقوا عليها تبع معي الوصفة سوف نحتاجون حبات البيض نضيف لهم رشيشة صغيرة ملحة حسين الضوء وصشية الفاني وكسد السكر سوف نخدم هذه المكونات بالطراب الكهربائي لما كانت متوفرة عندك ماشي ضروري هذه المكونات تدرهم في الكأس الخلاط التي تطحني في العصر وكسدهم جيدا سوف نضيف كاس لاروب زيت نباتية غير شوية بشوية وانا ما زل نخفق هذه المكونات او ما زل تطحن ذلك المكونات وسوف نضيف أيضا كاس الحليب حتى هو شوية بشوية وجميع المكونات يكونوا بدرجة حرارة لما طبخ باش الكيك يجي مفش في شو زوين اضفت كاس دقيق اللي يكون مغربة من قبل مع جوش خمارة الحلوة كل واحدة الوزن اي المجموعة الخميرات الحلوية اضفت الكاس ثاني ثم اضفت نصف كاس اخر يعني المجموع جوج كيسان ونص دقيق اللي يكون مغربة من قبل وشوفوا لي القوام الخليط كيف يكون اي حاجر تصمتوها بذلك الخليط او كتبتوها كتبقى واحد شوية عاد من بعد كتغبر سوف نضيف واحد المول الكيكلي مدهون بالزبدة او مدهون بالزيت وندخلها الفران على 150 درجة النار فقط من الاسفل بنسبة الفرن غازي راب نفس الطريقة النار تكون مهيلة من الاسفل فقط والفران دائما سواء غازي او كهرباء يكون بارد خرج شوية مزا سخونة وكنسقيها بالحليب ليكون بارد السر ديال هاد البصفة هو انكم تغرقوها مزيان بالحليب انا درجو جوج كيسان ديال لعنبة ديال الحليب ليكيكون بارد الكيك مزا سخونة سوف نخليها جانبا كتشرب وكتبرد خدي تكسر بعدي الحليب ليكيكون بارد مزيان كيف ما تلاحظوا معي في قطع ديال التلج وكنضيف واحد العلبة ديال لاموس كتستعملون ان كهال اللي بغيتو انا درت ديال الياغورت سوف نخفق هاد المكونات الناس اللي معدهم مش تطرروا الكهربائي يدرهم فلاشواغ غير الحليب يكون بارد مزيان 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 كن اكد عليها بش هكا كتطلع لكم لاموس ديالكم بكل سهولة هنا يكن طلع لاموس غير واحد شوية كتكون هكا مازال سيحة كنقسم انها واحد الكيميال تزين عاد من بعد كنرجع نخفق لكخيم اللي بقعت عندي حتى كتوليلي على هاد الشكل هادا سوف نرجع الكيك ديالي اللي كتكون بردات وتشربت هادوك الجيش كيسان ديال الحليب اللي ضفنا لها وكنضيف هادوك الكمية ديال الاموس اللي حصلت على هاد الشكل هادا كنحاول نوزعها مزيان وكندوز واحد لمقيلة كندير فيها كاس ديال السكار كنضيف ايضا نرشيشة ديال الملحة وصاشية ديال فاني كنخلي السكار كيدوب على نار اللي كتكون متوسطة غادة المجهده ولكن كتبقى واقفين عليه باش غير كيدوب كتنقص النار باش هكا ما كيتخطفش وما كيتحرقش ضفت مع القادية الزبدة كندوبها مع ذاك السكار ومن بعد كنجيب مع علقة مع مراش ديال شاك نخلطها في واحد الكاس ديال الحليب وكنضيف هاداك الحليب على السكار اللي كيكون تكرمل صافي من بعد كنبقى كنخلط حتى كيعود يدوب هاداك السكار اللي كتلقى واقصاح صافي تكي ولي على هاد شكل هادا من بعد كنفرقهم في واحد زلافة وغاد ندير واحد طحينة خفيفة كنطحن هاد المكونات باش ما يبقى باش عندي قطاع ديال السكر مباشرة بعد اما كتبرد لي شوية ديال الكراميل غير كتوليها كدافية باش ما كتدوب لنا لاموس كنضيفها على هاداك الطبقة ديال كيك والطبقة ديال لاموس بهاد شكل كنحاول ان نوزعها كنجيب هاداك شوية ديال لاموس اللي خليته خفيف باش شكل ديال ملفاي هاد الكيك هادى كيك توركيا معروفة وكانت واحد لوقيتها ترند والصراحة تستحق تجربة تجيبنينا بزاف قدرتها تبرد ولا لاحطوا بان الطريقة باش زين تدخل بقعت واحد شوية ومالت الواحد جال لاني حطيتها عوجة في تلاجة وبالتالي ذيك الكراميل كانت ما زال ما برداش مزيان وساحت واحد شوية لكن بشي مشكيل اهم حاجة هو البنة والهاشاشة والمضاق ديال هاد الكيك شي حاجة اللي ديذة بزاف تنتمنى انا الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وتنال استحسنكم ما تنسونيش من لايكاتكم الكتير وتعالقكم الجميلة اللي كتشجعني واكتبوا لي اي وصفة بتونشاركها معكم في الفيديوهات القادمة وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله ومشاكل